صوت مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار فلسطيني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وقد حصل النص الذي أعلنت واشنطن مسبقا رفضها القاطع له على تأييد ثماني دول مقابل اثنتين صوتتا ضده وخمس امتنعت عن التصويت بينما كان إقراره بحاجة إلى تسعة أصوات ومن أصل الدول الخمس صاحبة العضوية الدائمة وحق النقد في المجلس حصل مشروع القرار على تأييد ثلاث منها هي فرنسا والصين وروسيا في حين صوتت ضده الولايات المتحدة التي أعلنت مسبقا أنها ستستخدم الفيتو إذا اقتضى الأمر لمنع صدوره بينما امتنعت بريطانيا عن التصويت علينا المضي قدما بطريقة مسؤولة وليس اتخاذ إجراءات من شأنها أن تدخلنا في دوامة صوتنا ضد هذا القرار ليس لأننا نشعر بالارتياح جراء الوضع الراهن بل لأن الجميع هنا يعرف أن السلام يأتي ثمرة خيارات وتسويات صعبة يتم التوصل إليها على طاولة المفاوضات وينص مشروع القرار الذي قدمه الأردن باسم المجموعة العربية في الأمم المتحدة على التوصل خلال سنة إلى اتفاق سلام بين الفلسطينيين والدولة العبرية كما ينص على انسحاب إسرائيل من كامل الأراضي المحتلة قبل نهاية العام 2017 كنا نأمل بأن يتبنى مجلس الأمن اليوم مشروع القرار العربي حيث تقع على المجلس المسؤوليتين القانونية والإخلاقية في العمل على حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني جوهر الصراع في الشرق الأوسط وكان الفلسطينيون أعلنوا أنه إذا لم تنجح مبادرتهم في مجلس الأمن فسينضمون إلى سلسلة من المعاهدات والهيئات الدولية بينها خصوصا المحكمة الجنائية الدولية وذلك لملاحقة إسرائيل بتهم ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة